بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبدأ اليوم سلسلة من العروض حول مقرر السنة حول مقرر الرياضيات للسنة الثانية إعدادي سنقوم كالعادة بقراءة المقرر مع ترجمة المصطلحات وترجمة التمرين هذا العرض هو أيضا جيد بالنسبة للمسلك الإعدادي العام الذين يدرسون الرياضيات والمواد العلمية باللغة العربية هو جيد بالنسبة لهم لكي يتعودوا أيضا على المصطلحات باللغة الفرنسية لأنه بإمكانهم في سلك الثانوي التأهيلي يعني سلك البكالوريا بإمكانهم الترشح لمسالك دولية أو مسالك مهنية تعلمون أهمية المسالك المهنية المسالك المهنية هي أيضا تدرس باللغة الفرنسية المواد المهنية فيها تدرس باللغة الفرنسية كذلك بشكل عام التكوين المهني الذي يرغب في أن يعني يرغب في الدراسة يعني مواد مهنية في مراكز التكوين المهني فالمراكز التكوين المهني في الواقع الدراسة فيها تكون بشكل باللغة الفرنسية إذن كذلك في الجامعة يعني بالنسبة لكلية العلوم فالدراسة بها باللغة الفرنسية كلية العلوم والتقنية وغيرها من الكليات فهي دراسة للأسف للأسف بالدرسة باللغة الفرنسية يجب أن نعلم أن جميع الدول التي وصلت إلى درجات متقدمة في الإنتاج العلمي وفي البحث العلمي هي تدرس المواد العلمية بلغتها الوطنية الصين مثلا هي تدرس باللغة الصينية كوريا الجنوبية تدرس باللغة الكورية إلى جانب الإجليزية لكنها تدرس باللغة الكورية يعني مختلف الدول في العالم هي تدرس بلغتها الوطنية لماذا التدرس باللغة الوطنية لأن الكفاءات والإمكانيات لدى أفراد المجتمع قد يكون شخص ما لديه كفاءة متقدمة جدا في مجال التقنية ولديه قدرة على التفتح نحو مهارات تقنية وعلمية لكن ليست لديه القدرة على ليس لديه الدكاء اللغوي لكي نستطيع أن نضبط أكثر من لغة في نفس الوقت هذه ليست بالمهمة السهلة هذه تتطلب مهارات خاصة هناك من يمتلك هذه المهارات هناك من يمتلك مهارات اللغوية فيتمكن من إتقان أكثر من لغة هناك من لديه هذه القدرة فيجد نفسه ببساطة يستطيع أن يضبط لغة ثلاث لغات أربع لغات خمس لغات بدون مشاكل ويتكلمها بشكل سلس وكأنه ولد في تلك البيئة اللغوية هذه الأشخاص نسميهم أصحاب الدكاءات اللغوية لكن هؤلاء الأشخاص لا يفقون شيئا مثلا في الرياضيات لا يفقون شيئا في العلوم لا يفقون شيئا في الفيزياء يعني فالله عز وجل أعطى لكل شخص مهارات وقدرات يجدها في ذاته ويجد نفسه مقبلا عليها لأنه يعني مهارات تكون في هناك من يقول من التربويين أنه بإمكاننا أن نطور أي نوع من الدكاءات لكن هذا يحتاج إلى مشهود ويحتاج إلى أشياء كثيرة لكن في جميع الحالات لا يمكننا أن نطور في شخص واحد جميع المهارات دفعة واحدة لا يمكن بإمكاننا بتقنيات معينة وبسخدام مهارات معينة وإطار تربوي معين بإمكاننا أن ننمي مهارة معينة في شخص معين لكن لا يمكننا أن ننمي جميع المهارات في هذا الشخص أتكلم عن مهارات بدرجة عالية أتكلم هنا عن درجة التمكن العالي التمكن التام لا أتكلم فقط عن مفاهيم مثلا أنتم مطالبون بمجموعة من المواد أنتم لا تدرسونها بشكل احتلافي وأنتم تطلعون على مجموعة من المواد بشكل مفاهيمي يعني بسيط بشكل بسيط بعد ذلك سوف تتخصصون في أحد هذه التخصصات التي ستدرسونها نعم مواضح إذن ما أريد أن أقوله أنه الأشخاص الذين لديهم كفاءات يجدون في دواتهم في أنفسهم اهتماما كبيرا بمجال علمي معين بالرياضيات بالفيزياء بالعلوم هؤلاء يعني تمكنهم من هذا المجال سيكونوا بلغتهم الأم إذا فردت عليهم لغة أخرى ليست لغتهم أم فأنت فنحن جميعا نضيع في هذه الكفاءات لأنه يعني سنضيع فيهم ببساطة لأنه لن يتمكن من الاستمرار في هذه لن يتمكن من تطوير هذه القدرات وهذه الكفاءات التي تكمن فيه هذه القدرات التي تكمن فيه لن يتمكن من تطويرها لذلك يعني نهيب المسؤولين أنه على الأقل على الأقل أن لا يعني تكون هذه المسالك الدولية مسالك غالبة يعني هناك سياسة باتجاه أن تصبح هذه المسالك الدولية يعني بنسبة 80% إلى 90% من يعني من من الإعداديات على الأقل أن لا تتجاوز 50% مثلا يعني 50% أن لا تتجاوز أن تبقى لمن يطلبها ولمن يرغب فيها إذن إذن لدينا هذا المقرر الذي سوف نقومه وهذا تقديم لهذا المقرر يعني سوف نرى ماذا يخبرنا مؤلفو هذا المقرر إذن كما نقول نقرأ دائما هذا المقرر يعني ما قبل ما قبل الخوض في الموضوع يعني ما قبل الخوض في الدروس إذن يقول المؤلفون هذا المقرر المقرر يعني يعني يستي ومواجهون أوز أولئك يعني لتالاميد سنة الثانية دوزياماني ديكوليش ماروكا سي لدوزيام ديكوليش نووالسيري يعني هو التاني من يعني نووالسيري يعني سيلا جديدا دو ثوى مانوال يعني سيلا جديدا من تالت مقرارات إنوانت يعني إنوانت مبتكرة pour لنسينا et لنسينا من أجل لنسينا من أجل التدريس وتعلم وتعلم الرياضيات لنسينا ونسينا 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 في الماتماتيك أو collège en langue française يعني في الإهدادية في اللغة الفرنسية هذه المجموعة إنيفار plus كوليج مات يعني هذه المجموعة يعني إنيفار إنيفار سيكون ممكن ترجمتها بالكون يعني الكون الزائد أو إنيفار plus كوليج مات يعني مطابقة 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 للبرنامج المغربي دو ماتماتيك أو كوليج مطابقة البرنامج المغربي للرياضيات في الإعدادية يعني وهنا أحب أن أشير إلى مسألة أن جميع المقررات كيفما كانت تسميتها وكيفما كانت أسماؤها مدام أنها صرحة بأن يدرس بها مدام صرحة بأن يدرس بها فهي تكون مطابقة للبرنامج المغربي وجميعها تحتوي على نفس البرنامج جميعها جميعها الاختلاف يكون في يعني في طريقة التقديم الاختلاف يكون في طريقة التقديم أو في يعني أحيانا هناك بعض المقررات تبدأ بالتمارين هي التمارين أولا ثم نستنتج الدرس من التمارين وهناك من يبدأ بالدرس ثم التمارين ويعني طريقة سياغة طريقة سياغة المحتوى وطريقة ترتيبه وطريقة إخراجه إذا أردنا أن نقول فقط أما المحتوى فهو هو بإمكانك إذا كان هناك يعني برنامج يعني مقرر آخر يسرح بشكل جيد وأنت لديك مقرر آخر فإمكانك أن تتابع المقرر الآخر ليست هناك مشكلة إذا فهمت هذا المقرر ستفهم المقرر الآخر يعني ليست ليست مشكلة إذن نتمم هنا يا شكلين دي سيزف شكلين دي سيزف دو مانئذي يستمران على فساس يعني هناك مراتبا يستمران على فساس بطريقة التالية يعني بطريقة التالية أولاً، أتأكد من المعلومات المسبقة. المعلومات المسبقة يعني أكي هو الشيء الذي اكتسبته سابقاً. يعني اكتسبته أين؟ اكتسبته في السنة الأولى. إذن، أتأكد من الأشياء التي اكتسبته في السنة الأولى. هذه المعلومات المتحدة في السنة الأولى. هذا النشاط المتحدة يقدم على شكل كيسيم بمعنى أسئلة متعددة الإجابات في أبل. يعني هو يعني في أبل تبدأ أنه يعني يستدعي المعلومات السابقة المعلومات يعني أكي وكنيسانس يعني المعلومات أكي التي سبق التمكن منها أكي أو كور دي زاني برسيدانس يعني في خلال من خلال السنوات السابقة أو إبنتيالما دي شابتر برسيدانس أو من خلال الفصول السابقة. يعني مثلاً في الفصل الثاني مثلاً سوف يكون هناك كيسيم على الفصل الأول مثلاً. يعني هو يسمح بإعادة تنشيط الصور الدهنية إيماج منطال من أجل تسهيل فاصيلتي يعني تسهيل تسهيل les apprentissage التعلمات فيزي بار شاك شابتر. يعني التعلمات فيزي هي المستهدفة دون شاك شابتر يعني في كل فصل في كل فصل. كيف هو محفظت داك Angela جزيط الصور الدكوورت الدكوورت أيضاً نشيط الصور الدكوورت قرضي يعني أنجيط الصور الدكوورت يعني أنجيط الصور الدكوورت كما هو واحدح إنشيطات الإكتشاف هي مجموة عاميين إنشيطات وسيتياشن سيديارة يطبق بين موقف ومواقف يطبق بين الموقف أن يشكل النقطة الإطلاق النقطة الإطلاق لأكل لساة لساة كل لساة يمكن أن يحفظ يسمحون الإكتشاف ويقفون ويطبون بناء التعلمات المستهدفة كور لكور هنا نصل إلى الدرس هناك نشاطين قبل الدرس هناك وهناك ثم الدرس الثالث كما كنا نرى سابقا في مقراراتنا التي درسنا فيها الدرس هو الأول ثم بعد ذلك هناك الثالث في اسبط نسيق نسيق نقعت نسيق التعريفات التعريفات الخواس الرئيس القواعد النتائج النتائج المبنية أثناء 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 كلمة أثناء تعني درس وأثناء أثناء أنشطة الاكتشاف أنشطة الاكتشاف أيضا أثناء الأمثلة للتعرف إذن بعد الدرس بعد الدرس لدينا تمرين محلولة ميطود تقنيك يعني طرق و تقنيات ستة ربريك ربريزانت تنسي فيزة ديكزرسيس و أرسلسيون يعني هذه الفقرة تقدم تنسي بمعنى يعني تمارين مختلفة ومتنوعة ديكزرسيس و أرسلسيون يعني تمارين و حلولها و حلولهم الفيز يعني تستهدفه يعني هنا نستهدف التمكن من التمكن من الميطود يعني الميطود بمعنى الطرق الطرق الإجابة و الطريقة في الحل الأخير و أيدي تكنيك يعني تكنيك ترانسفيرابل تكنيك ترانسفيرابل يعني الطرق التحويلية فهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تحتوي على تمارين et des problèmes تمارين ومسائل متنوعة variées يعني متنوعة organisées مرتبées visant l'application des cours يعني تستهدف تطبيق الدرس le renforcement et l'approfondissement des connaissances des élèves il contient aussi des exercices de synthèse يعني من أجل التعمق ومن أجل تقوية le renforcement يعني التقوية a profondissement يعني تعميق المعارف للتلاميذ il contient aussi يعني هناك أيضا des exercices de synthèse يعني تمارين يعني تمارين synthèse بمعنى تمارين تجميعية وتمارين يعني مبتكرة يعني أكثر صعوبة من التمارين الأخرى كسام كسام طبعا كما قلنا il sagit d'un test d'évaluation des apprentissages des élèves relative à chaque chapitre يعني كسام هو يعني التست هو تمرين للتقويم للتقويم التعلمات للتلاميذ relative يعني مرتبط بكل بكل chapitre يعني بكل فصل والكسام يكون يعني أسئلة متعددة الاختيارات سومانيال كونتين aussi هذا المقرر يحتوي أيضا quelques éléments d'histoire de mathématiques يعني بعض المعطيات على تاريخ الرياضيات au début du chaque chapitre يعني في بداية كل فصل إن غير بغيك أولمبياد de mathémat يعني فقرة يعني لأولمبياد الرياضيات ما هي أولمبياد الرياضيات أولمبياد الرياضيات هي مصابقة مصابقة هي مصابقة دولية في الواقع يعني هناك المتبارين يعني يكونون من مختلف المؤسسات ثم المتفوق في كل المؤسسة يمثل مؤسساته في يعني في نيابته ثم المتفوق في كل نيابة يمثل نيابته في جهته والمتفوق في الجهة يمكنه إما أن يمثل جهته على الصعيد الوطني وبالتالي يعني المتفوقين يحصلون على الجوائز مهمة وكذلك أيضا بإمكانهم أن يمثلوا يعني المغرب في المحافل الدولية بخصوص يعني قدراتهم الرياضياتية يعني فيها على مستوى العالم إذن أولمبياد الرياضيات هو مصابقة هو مصابقة للأكثر تفوقا في مجال الرياضيات إذن لماذا لا تفكرون في الإنخراط في هذه الأولمبياد يعني إذا كنتم ترون أنكم قادرين على يعني الحل مسائل صعبة وخاصة إكزارسيز دوسانتاز إذا تمكنتم من حل إكزارسيز دوسانتاز أو على الأقل إذا تمكنتم من فهم حلها يعني حتى إذا لم تتمكنوا من حلها وشرحت لكم حل هذا التمرين مثلا وفهمتم هذا الحل بسهولة وبأسر بإمكانكم المشاركة في هذه الأولمبياد إذن هي الأولمبياد خاصة بالمتفوقين في الرياضيات إذن ربريك مات تم مات تم ربريك مات تم سور الأبليكاسيون إذن لديكم أبليكاسيون بمعنى تطبيق يعني على الجوال تطبيق هاتفي يعني الفائدة الفائدة وتاريخ الرياضيات الفائدة وتاريخ الرياضيات فائدة من الرياضيات وتاريخها هناك الكثير من الأشخاص يتكلمون عن ما هي الفائدة من الرياضيات لماذا ندرس الرياضيات بماذا ستفين درس الرياضيات وهذا سؤال يعني غريب يعني ما سؤال يعني كل كل الأشياء التقنية التي تستخدمونها في حياتكم يعني هي في عملية إنتاجها وعملية اختراعها كان بالأساس انطلاقا من الرياضيات نعم انطلاقا من الرياضيات لماذا؟ لدينا مثلا الفيزياء يعني قد لا يسأل بعض لماذا ندرس الفيزياء لأنه واضح أن الفيزياء هي يعني دراسة الطبيعة ودراسة الحركة ودراسة السكون ودراسة الأوزان ودراسة الضغط الجوي ودراسة كل شيء محيط بنا في العالم إذن هذه الفيزياء إلى حد ساعة أنتم تدرسونها بشكل على شكل نشاط علمي بمعنى أنه تتعرفون على ظواهر علمية معينة وتقومون ببعض الحسابات البسيطة لكن ما بعد في الجامعة بعد هذا بعد هذا المستوى هذا بعد هذه المستويات عندما يعني في المستوى في التنوي التأهيلي وأيضا في الجامعة الرياضيات تتحول إلى مجرد يعني الفيزياء هنا أقصد الفيزياء الفيزياء تتحول إلى مجرد رياضيات تطبيقية لا أقل ولا أكثر رياضيات تطبيقية إذن الفيزياء هي عبارة عن رياضيات تطبيقية فجميع الدراسات في هذا المجال الفيزيائي فهي بالأساس يعني من الرياضيات من الماتيماتيك يمكن القول بأن الفيزياء هي عبارة عن ديماتيماتيك أبليكي حتى الذين يدرسون الرياضيات الذين يدرسون الرياضيات ماتيماتيك أبليكي هم أيضا يدرسون الفيزياء يدرسون الفيزياء على اعتبارها من من الرياضيات يعني من مجال تطبيقي للمجالات الرياضياتية إذن كما قلت فجميع الأشياء التي تستعملونها يعني ابتداء من الجهاز الذي ترون تسمعونني منه فهو يعني الرياضيات لعبت دورا كبيرا في صناعته وفي اختراعه يعني الرياضيات ليست طرفا أبدا فهي يعني مهمة في المجال العلمي والمعرفي ومجال الاختراعات ومجال الابتكارات الجديدة وتطوير هذه الابتكارات إذن قلنا ايضا يعني استطاة الاخر ايضا 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 السيتياشن المباريات الدولية كما قلت لكم هناك أولمبياد ديمات وهناك أيضا بيزا المتفوقين في أولمبياد ديمات يستطيعون أن يشاركوا في البيزا وفي تايمس إذن فأتمنى لكم التوفيق يعني حاولوا أن تشاركوا في الأولمبياد لكي يتصلوا إلى البيزا وإلى تايمس إذن في الأخير بغي يسير من أجل النجاح من أجل نجاح التعلم بغي يسير الأبرانتصاج من أجل نجاح التعلم الرياضيات ديماتيماتيك حق الهف كل تلميذ doit سابت الأفضلichten يجب عليه أن يتعلقى Third يجب أن يكون لها سلوك نشط أمام أي سؤال رياضي يعني يجب أن يحاول الإجابة عن هذا السؤال وأن يتفاعل معه إجابا إذن سومانيوال إتانوتي هذا المقرر هو وسيلة سيتانوتي يعني وسيلة أو أداة سومانيوال هو أداة أدابتي بمعنى أنه أدابتي سيبدأ في متناول أدابتي في متناول pour que les élèves أprendوا في متناول التلاميذ لكي أprendوا لكي يعني يتعلموا أميو سيكس بريمي يعني يتعلموا التعبير الشفوية بشكل أفضل والكي تبا باللغة الفرنسية الكي تبا باللغة الفرنسية وفضل الإجابة حتى يتعلموا التعبير الشفوية والكي تبا باللغة الفرنسية ومفزون يعني بدراستهم الرياضيات يعني بعملهم الرياضيات دي سنبلو جناج يعني ابتداء من يعني سنهم الصغير نسويتون اتوس دي سيكسي يعني نتمنى لكم جميعا النجاح وانا كدلك اتمنى لكم النجاح لسطور avant propos دان بالتوفيق جميعا اظن انه نكتفي بهذا القدر ونلتقي في نلتقي في يعني لقاء اخر يعني شكرا على تتبعكم واعتمنى لكم التوفيق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة